نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً ومرحباً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير العدل لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي وخلال اجتماع آخر برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية ذات القيمة التاريخية وزيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفساً لسكان القاهرة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطط الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق وفي ذلك السياق وجه السيد الرئيس بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها وأن يتم تنفيذ كل ذلك في إطار متكامل ومتصق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة على النحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة على صعيد مختلف الأبعاد التنموية سواء العمرانية والحضارية أو الثقافية والسياحية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقادي على مستوى الجمهورية حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية والإنصاد باهتمام وجدية لجميع الأصوات واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين وهي صون الحقوق وحماية الأبناء ودعم ترابط الأسرة على النحو الذي يحقق المصلحة العامة